ما الذي يحصل في الحسكة منذ حوالي أسبوعين؟ نعم حقيقة نحن أبناء الحسكة بكل مكوناتنا يؤسفنا ما يحصل بهذه الفترة فترة التحريض فترة الاعتصامات حقيقة هي اعتصامات الفتنة نقولها ونسميها اعتصامات الفتنة فترة إعلام الفتنة للأسف اللي عم يصير ويزيد المشاكل بين الناس طبعا هذه الفترة متهمة الإدارة الذاتية بالحصار أو إغلاق المدينة على الشعب حقيقة ما روي خطأ لكن هناك تصرفات استفزازية طبعا جرت مناقشات بين الإدارة الذاتية والدولة السورية برعاية روسية في القامشلي وتم الاتفاق على نقاط أيضا تمس الحسكة وحلب أو الجزيرة وحلب طبعا هناك حصار أيضا لمخيمات الشيخ مقصود وتل رفعت أيضا هناك حصار وهنا حقيقة يجب أن نقول لكل سوريين طبعا وتم اتفاق على النقاط على أساس أنه ينتهي كل شيء والأمور ما بيصير فيها إشكال لما الدولة السورية ما فكت الحصار حقيقة هنا أيضا صار حصار عسكري بدنا نقول حصار عسكري على الأشخاص العسكريين طبعا دعت إلي القيادة في الحسكة أنه الاعتصام للأسف على أساس تنديد أنه حصار على الأكل جابوا المدنية جابوا المدراء المدارس جابوا الموظفين جمعوهم أنه بدنا نسوي وقفة الاعتصام بكل دول العالم هي وقفة الاعتصام بمكان موجود يعين مكان وأيضا تكون سلمية ولمطالب عند أي جهة كانت يبدو الأمر ما كف بمكان الاعتصام أيضا ذهبت بعض الميليشيات من قوات الدفاع الوطني ومثلها بعض القوات الغير منظمة حقيقة والاحتكاك وصلت الاحتكاك لبعض حواجز الأسائش والأسائش أيضا في مكانهم حقيقة للأمن لكن تم الاحتكاك هذا خلال أسبوع اعتصامين حقيقة ما يثير بنفسنا احنا كشعب منطقة كمكونات منطقة هذا الاعتصام نحسه كفتنة والحمد لله كل الشعب كل مكوناته واعين انها فتنة حقيقة ما تجيب شي احنا شفنا اسرائيل ضربت عشرات المرات من البوكمال شرقا إلى مصياف غربا عبر حموس وعبر حماو عبر دير الزور وعبر الشام وريفة ما شفنا الاعتصامات يمكن صارت وقفات هيك تنديدية بس ما صارت لا هنا الاعتصامات حقيقة منظمة مدروسة للتحريض على الفتنة ايضا للأسف السيدة المحافظ يعني كل يومين لقاءات مع وجهاء ومع الشيوخ العشائر وكأنه يعامل شعب ما هو سوري او الادارة الذاتية ما هو سوريين وكأنه جايين ادوان يتهمون مرة بالانفصاليين يتهمون مرة بالمحتلين يتهمون مرة بالامريكان وحقيقة هذا الشي ما في منه رغم انه مناطق الادارة الذاتية نقولها للامانة والتاريخ موفر فيها جميع اشكال الحياة غير المدن الاخرى وهذا يؤسفنا لما المدن السورية الاخرى عندها ازمة بكل شي حقيقة فهذا الامر حقيقة صار يؤدي للفتنة لبعا حصل احتكاك حقيقة واعتصام امس حتى مثل ما يقول اللي قتل هو سوري احنا ما بدنا نفرق الدم السوري خسارة علينا لكن شاب سوري لكن هو من المهام الخاصة بوزارة الداخلية الرجل شرطي بلباسه المدني مثل ما يقول تجاوز حدود المسافة اللي ان الاعتصام حوالي 500 متر لا يصير احتكاك مع الحواجز واطلاق النار حقيقة راح ضحيتها شرطي احمد الرحيل وايضا هناك مصاب شرطي اخر حسين الغضبان يعني احنا نعرف الاسماء وفي جرحة مدنيين حقيقة مثل ما يقول بسبب هالاعتصام فالاعتصام احنا نعرف وقفه ما هو ماشي انت لما تمشي مسافة 500 متر اذا انت تريد تنقل الحرب او تنقل فتنة لحتى تحصل بين مكوناتها واخص المكونين الموجودين المكون العربي والمكون الكردي لكن حقيقة الناس وعية وصار ضحيتها ايضا ناس سوريين لكن لاحد يقول الضحايا ايضا الضحايا هم عسكر ولو استشهد من الاسايش ايضا عسكر هذا خدمته لكن يعني مهاجم مهاجم القوات الموجودة كأسايش لازم تدافع عن نفسها حقيقة طبعا وحدث اطلاق نار والاكثر من ساعتين توتر الوضع بالبلد لكن كشعب الكل عرفان انه هذه فتنة مدروسة فتنة منظمة فتنة فيها مؤامرة لدخول هالبلد بمشاكل بحجة انه الادارات الذاتية هي صنية امريكا هي محتلة هي انفصالية وهذا احنا كشعب مثل ما يقول نفهمه ايضا النقطة الاخرى سيدة المحافظ يجتمع مع وجهاء وشيوخ العشائر طيب ايضا احنا وانا منهم يعني من احد افراد العشائر يعني يجتمع بيهم قبل الاعتصام او قبل الاعتصام بيوم للتحريض طيب وجهاء العشائر وهذه احنا كنا نتأمل دورها يكون اقوى يعني تتواصل مع الجهة الثانية تكون وسيط بين الجهتين باعتبار المنطقة عشائرية بكل مكوناتها مفروض يتوجه الناس تحل المشكلة اذا كان اشكال لكن حتى الموجودين للأسف يؤسفني وانا كعربي اقول من وجهاء العشائر العربية والكردية اللي حضرت كانوا لكل مصفقين ما كان في رد رغم انه اكثر الوجهاء الموجودين اولادهم بالاسايش وبقسد حقيقة في القامش اللي انت بسيارتك تروح وين ما بدك ليش مسوين هون غرقيني ثلاث شوارع حقيقة ومسوين كأنه هذا للدولة السورية وهذا للإدارة الذاتية لا خليها مشع والشعب هنا يعني حقيقة من مناطق الإدارة الذاتية عم تعبر كطلاب مدارس كموظفين عم تروح وتجي حاجياتهم يعني لا حد يهور الأمر يهولوا كثير انه والله ما يخلون الموظفين لا الموظفين عم تداوم لكن بصراحة اقول لك هاو في حصار في حصار لكن الحصار عسكري عسكري لا علاقة للمدنيين بهم لا علاقة للدوائر المدنية فيها لكن الناس قامت للأسف تستغل هذا الأمر حتى تثير الفتنة رغم انه الشعب بكل مكوناته واعي انها فتنة وحقيقة الاثبت ذلك بعد الحدث بساعة زمان كان الوضع بالبلد هادي وكل من ارف طريقه والمعتصمين للأسف مشوا على بيوتهم ورغم انه من المعتصمين حتى لو كان في حصار من المعتصمين ثلاثة اربعهم مناطق الادارة الذاتية شلو نوصلوا اذا في حصار حتى نكون شوية شفافين احنا نريد دائما من الاعلام يعطي الحقائق يكون فاتحة خير ما دائما اتهم الادارة الذاتية وبما ضحت بالميليشيات ضحت اكثر من عشرين الف شهيد وشهيدة ضحت باكثر من خمسة وعشرين الف معاق نتيجة حررت ثاني شيء ما احتلت القوات السورية تركت المناطق من المالكية الى رأس العين عدم منطقة القامشلي تركتها ومشت فهذه قوات سوريا الديمقراطية يعني او وكانت وحدات الحماية او الادارة الذاتية ايضا ملأت الفراغ وحافظت على دوائر الدولة بكاملها ما اخذت شيء ضحت طردت جيش الحور طردت احرار الشام جبهة النصرة كلها هذه داعش حقيقة بمكانات شاسعة تجي تقريبا نسبة المساحة ثلث الاراضي السورية حافظت فيها عليها يعني احنا ما يصير احنا كسوريين نتهم بعضنا بالميليشيات وبالعصابات الميليشيات لما تكون غير منظمة اما اليوم اي قرار يتخذ بالادارات الذاتية ينفذ من المالكية ديريك الى منبج ينفذ الى دير الزور حدود الباغوز مثل ما يقول يتنفذ اما الميليشيات الهون وصايرة ما حدا يعني بصراحة ما في تجاوب بين بعض ما في حصر مسئولية والدليل اعتصام الامس حتى من المعتصمين رأينا قسم منهم قال يعني جاءوا شباب ونعرفهم عساكر ودفاع وطني ركبوا هالسيارات وتركوا المعتصمين وصاروا يهوسوا تهويسات استفزازية يعني ما تليق بهالبلد حتى المعتصمين قال مو هذا اللي جينا اتفقنا عليه احنا جينا في مطالب نطالب بها عبر الإعلام عبر المسئولين نقل للعالم انه احنا محاصرين ما سوينا انه تنركب سيارات ونجيب أنواع الأسلحة عدى المدفع والدبابة ونجيبه ونهجم على حواجز الأسايش وهذا كان ندفع الثمن يؤسفنا طبعا نرد ندفع الثمن لكن اللي راحوا هم عسكر ما هم مدنية اشتركوا في القناة